اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برضو الهيئات والمؤسسات المعنية بالأمر ده وعشان كده هنعرف أكتر ايه هي الخطوات التي تتبعها وزارة السياحة على شهر تنشط السياحة الداخلية من خلال فكرة خاصة جدا تابعة وانا بعدها على طول هيكون معنا كلام برضو عن التنشيط ولكن من نوع آخر تنشيط الإعلام الخارجي وتحديد الإعلام الأجنبي والإعلام العربي هل الإعلام العربي والأجنبي بيتناول الأحداث اللي بتجري في مصر بحيادية؟ مش هنقوم حتى بحيادية لكن هنقول ايه هو التصور أو الشكل اللي بيتناول بيه الإعلام العالمي بشكل عام الأحداث في مصر خصوصا أن فيه كلام كتير جدا عن عدم المصدقية ودي مشكلة كبيرة جدا هل عدم المصدقية دي جاية من خلال عدم العلم أو الفهم؟ هل هو تقصير من جانب الجانب المصري أنه هو يوضح صورته للعالم ولا فيه كلام أكبر من كده ده اللي هنعرفه برضو من خلال فكرة خاصة كمان حيكون معانا من خلال فقرات نهارك سعيد الشاعر سامح مختار هناخد شوية بريك أو هناخد شوية راحة من الفقرات دي أو من الحاجات السياسية وحنروح على الشاعر وحنسمع كده تجربة مختلفة جدا يمكن تقريبا أصغر شاعر في مصر هو يمكن لسه خريج واشتراك في أكتر من المسابقة وقرر أنه هو يعمل بدأ ما يعمل الألبوم زي ما كتي جدا بيعمله ألبوم غنائي وفيديو كليب يعمل فيديو ولكن فيديو لشاعره هنعرف أكتر عن التجربة دي من خلال الفقرة دي وأخيراً هيكون معانا كلام مع أو عن الأطباء والأطباء هم من كل الشرائح والفئات الموجودة في مصر هي من الفئات اللي محتاجة أعادة نظر لأن أكيد حالهم وحال نقابتهم حالياً ما يصرش ناس كتير براهم من أكيد الاستثناءات هيكون معانا كلام عن نقابة للأطباء جديدة وحيكون معانا ضفنا فيها الأستاذة مونة مينة وهي عضو مجلس نقابة الأطباء والمتحدثة بإسم حركة الأطباء بلا حقوق واللي هتكلمنا عن حركة أو نقابة جديدة للأطباء كل دا هتكلمنا على النهاردة على مبدال ساعتين في نهارك سعيد هنحاول نسليكم على الصبح لكن نروح لفاس ونرجع تاني مع الصحافة وأشوف البرباري تابعوا